النهاردة محكمة النقد محكمة النقد رفضت طعم في القضية المعروفة بطلائع حسم الارهابية ايه طلائع حسم الارهابية دي في يونيو اللي فات محكمة جنيات القاهرة كانت حكمت بادراج 145 عنصر من عناصر جماعة الاخوان والمتحلفين معاهم ادرجتهم على قائمة الكينات الارهابية لمدة 5 سنوات في قضية طلائع حسم الارهابية عملوا طعم نزر النهاردة كان امام محكمة النقد فمحكمة النقد رفضت هذا الطعن وايدت ادراج 145 ارهابي على قائمة الكينات الارهابية في قضية طلائع حسم من اهم الاسماء اللي موجودة مثلا ايدوا ادراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وصبر مشهور ويحيى موسى وصامت ليمة كل دول ادرجوهم على قائمة الكينات الارهابية ايه بقى القضية دي يعني تقول لي طب ليه يدرجوهم يعني ليه يدرجوا ناصر ومعتز وزوبع وصابر والعالم لانه بعد بعد 30 يونيو جماعة الاخوان فكرت في احياء احياء التنظيم المسلح بتاعه وكلفه الشباب هنا بتنفيذ عمليات ارهابية عديدة تنظيم طلاق حسم ده كان ليه ثلاث لجاه قيادة العامة القيادة العامة دي اللي بتقوم بتدريب الشباب وبتقوم باعطاء الاوامر ليهم واختيار الاماكن اللي ينفزوا فيها عمليات ارهابية وينقل لهم التعليمات ويظهر هنا اوي يحيى موسى اللي كان بينقل التعليمات للشباب عبر وسائل الاتصال المختلف دي القيادة العامة كان فيه لجنة المالية اللي هي بتتولى تمويل الشباب دول اللي فيه تنظيم طلاق حسم طب كويس ايه بقى علاقة كانت فيه لجنة اعلامية هذه اللجنة الاعلامية تقوم بالترويج لهذه العمليات الارهابية والدفاع عم من يتم الابض عليه فاذا اذا بحكم محكمة محكمة يعنينا بنقول ايه بيقدم لك نفسه فلان وفلان وفلان على الشاشات انه هم ناس معارضين بحكم المحكمة هؤلاء مدرجين الان على القوائم الكينات الارهابية النهاردة عندنا فقرة مختلفة شوية يعني يكون معايا ان شاء الله كاتب صحفي عنده تجربة وتاريخ طويل في الصحافة الفنية في مصر الصديق العزيز الكاتب احمد عفيفي يمتلك انا بعتبره كنز يعني كنز انساني وصحفي وهتسمعوا منه حكايات كثيرة جدا يمكن تسمعوها الاول مرة عن جمنا وفنانينا الكبار واللي هو هذا الحوار تأكيد على قوتنا النعمة الحقيقية احنا بنمتلك مي بس لابل ما اروح له لازم اتوقف اشتركوا في القناة